لا مش هتمشي كده اصلا مش هينفع الموسم يبدأ كده مش هينفع الموسم يطل علي بطلته دي مش هينفع اروح لايبزك وميونيخ وامستردام وانبسط وتيجي برشونة تنكد علي لا مش هتمشي مش هتمشي ما انا كنتش عايز اطلع اتكلم الصراح انا قلت بقى فخد وريح وكده السلايتها مش ماشية لازم اطلع اتكلم لازم اطلع الكل بس عزيزي المحترم انا جاي اتكلم لك في افتتاحية الدوري الاسفاني بالنسبة لنادي برشلونة اللي طلع علينا بطلته البهية في اولى مبارياته وتعادلة سلبيا صفر صفر امام فريق تنح وعنيد وهو ختافي في مباراة كانت اشبه بحلبة المصارعة كل عمال يضرب وتخ وبوم وتلت كروت حمرة في المباراة هنتكلم في كل شيء ولكن ولكن انت معروف المفروض تعمل ايه تحضر مشروب ايوه الكاباتشينو لا مش كاباتشينو مش الجوه حر بقى محتاج تلوى بقى لحاجة سموزي بطيخ سموزي مانجا سموزي خوخ كلام ده كله وتربط الاحزمة لانك دائما وابدا تحلق في سماء الركن الكتالوني في مفارقة عجيبة وغريبة جاي اقول لك انه نادي برشلونة بدأ الموسم ده اهو بدين بيتعادل سلبي على ملعب ختافي بتلت كروت حمرة طردين لي واحد لرفينيا واحد لتشافي وترد لي لاعب من لعبة خدافي اللي كان مفروض قصلا يضطر من بدري وما الى ذلك ولكن لك ان تتخيل ان بداية برشلونة الموسم اللي فات كانت نفس السيناريو التعادل على الملعب برشلونة الكامبينو وسط جمهوره ووسط سبعين الف متفرج قدام رايو فييكانو صفر صفر لا ومش كده وبس واضطرت في الديئة تلاتة وتسعين سيرجيو بوسكتس فالسيناريو هو هو يتم تطبيقه تماما لاعب اترد عندك من بداية الموسم ده ولاعب اترد من عندك الموسم اللي فات فبادئ بنفس السيناريو والحكاية طيب عندنا كذا شق الشق الاولاني انه كجمهور برشلونة اللي بيتفرجوا بيتابعوا بيشوفوا واللي منهم شاف المطش وتابعوا حمد ربنا ميت فل وعشرة وباس ايد ووشه وظهر ان هذه المباراة خرجنا منها متعدلين بسبب الملعب وقرفه وفرقة ختافي وسخفتها لانه لو ما خانتنيش الزاكرة بالزبط يعني انه اخر مواجهتين او اخر مبارتين قدام ختافي انت تعدلت فيهم مع الفريق خلاص فكويس ان الدنيا ماشي عارف ان البداية المفروض تبقى مختلفة وعارف ان البداية المفروض تبقى غير وده اللي انا كنت اعتمناه وده اللي قلته في الحلق اللي هو كشف الحساب بتاعت شافي واللي انا مستنيه منه الموسم الجديد والتفاصيل دي كلها وقلت نصا انه اهم حاجة البداية ركلة البداية او الطلعة الاولى الطلعة الاولى بالنسبة لي هي اول مطشين او ثلاثة ان انت متوقعش نقاط ولكن كالعادة واعت في المحزور واعت في الخزوق دايما اللي انت بتقع فيه زي ما حصل الموسم اللي فات واتعدلت في مباراة صعبة انا مقتنع بده مباراة صعبة جدا وخلي بالك انها مش مباراة صعبة وبس لا هي مباراة قد تكون من اسوأ المباريات اللي انت ممكن تتابعها في اي افتتاحية دوري خلقوا ربنا الموسم ده مباراة سيئة جدا مباراة بطيقة ضرب مفيش كورة بربع جنيه مدرب بيدافع ومقفل خطوطه وبيلعب على التعادل اللي هو مدرب ختافي ومدرب تاني مش عارف هو بيعمل ايه وده الكلام على تشافي طبعا اكيد مش اتكلم على ختافي لانه اللي عمله ختافي طبيعي ومنطقي من وجهة نظري ان انت تعمله على ملعبك وسط جمهورك في المباراة الاولى من الدوري انت تتمنى انك تكسب ما كسبتش ما تخسرش وبالتالي انت حققت الترجط المطلوب منك لكن الناحية التانية تشافي وفريق برشلونة انا بالنسبة لي الانتصار كان مهم جدا وتحقيق 3 نقاط مهمة جدا في سباق المنافسة مع ريال مدريد اللي فاز بالمناسبة على اتليتك بالباو اتنين صفر في مباراة ما قدرتش ان انا اشوفها وبالتالي مش هقدر اتكلم عليها بسبب ان انا كنت احلق في سماء مدينة القاهرة وكنت بعمل لاندن جبت طيارة بس الدنيا اتأخرت فمنحقتش ان انا اشوف كمان المباراة ولكن ادريال مدريد انه يكسب فكان المفروض ان انت تتحت نحية التانية تحت تانية شفت دي الناحية التانية ان انت تكسب انت كمان فاتحقق ثلاث نقاط فما تبقاش الدنيا كده في الاول لكن انت اول بداية الغريم بتاعك بيكسب ثلاث نقاط مهمة جدا وانت بتفقد نقطتين وبتقع في بداية الطريق ولكن ده عادي مش مشكلة طيب الفرقة لما دخلت في تشكيل المباراة انا فجئت من مش هقولك فجئت لانه انا توقعت ان ديال عناصر اللي هتلعب توقعت تيريش تيجن اراخو كوندي كريستنسن اليكس بالدي قدامهم اوريال روميو و جندجان بيدري فرانكي ديونج و قدامهم حيكون رافينيا و روبرت ليفندوفسكي طيب هي الفكرة دلوقتي انه انا ما حسيتش انه جندجان موجود في الملعب وما حسيتش اني ليفندوفسكي موجود في الملعب وفكرة انه اراخو و كوندي رايت باك ان ماتش ده اراخو طب الماتش اللي جاية كوندي و هنمشيها بالحب يا ولادو مش عزين حد يزعل مش حلوة وكنت اتمنى انه الفرقة تدخل الموسم ده وتدخل الدوري مستعدة كويس جدا بباك رايت ان انا في عندي باك رايت انا بضمه للفريق يخش شركة مع الطول مع التشكيلة و يلعب و يدور و يمشي لكن ده ما حصلش طب هيحصل ولا لا محدش عارف عشان بس الامور تبقى واضحة فدي اول جزئية ده فيما يخص منظومة الدفاع لو جيت اتكلمت على شكل الفرق عموما عامل ازاي انا بالنسبالي علامة استفاهم لا مريدش فاهم هو مين بيودي على فين بيودي المين مين مركزه ايه الكلام ده كله ده رقم واحد رقم اتنين المطش ده لو كان استمر 24 ساعة كمان برشامكتش هجيب جون عشان بس الدنيا تبقى على الهادي خالص المباراة دي لو استمرت 24 ساعة تانين هتتفضل نفس الطريقة و نفس المحاولات و الماتش هيخلص صفر صفر فما فيش حاجة جديدة كانت ستضاف فدي تاني حاجة تالت حاجة انا بالنسبالي ابرز اللعيبة اللي كانوا منورين او كانوا نوعا ما تقدر تقولهم حلو الكلام يا صحاب زمان عندك واحد زي تيريش تيجن كوندي والكس بالدي اللي انا بالنسبالي بيشوفه هو العيب ممتاز جدا اوريل روميو انا اعتقد انه هو هيفجئني الموسم ده لان بصراحة العيب عنده كتير جدا وكويس جدا واعتقد انه هو هيسد معك الخنة موسم موسمين الى ان انت تشوف هو الوضع رايح بيكلفين يعني فرانك ديونج وبيدري بس كده هم دول بالنسبالي اللعيبة اللي كان عليها العين وشوية عبدالصمد الزلزولي لما نزل هانكش كده في كام كورة وحاول انه هو يوصل ويعمل خطورة ولكن ما كانتش النتيجة المرجوة اللي انت عايزها لكن ما زالت عندك المشكلة اللي من الموسم اللي فات ما تعالجتش لحد دلوقتي وهي الفاعلية الهجومية انا من ساعة ما اتفرجت على المطش لحد ما خلصته ما حستش ان فيه هجمة خطرة من برشلونة ما حستش ان فيه كورة اقول ياه كانت قروريبة دي يا عمي ليه مفيش خم عادي يعني عادي مش حاسس ان الفرقة خطيرة مش حاسس ان الفرقة مرعبة مش حاسس ان الفرقة عندها انياب عندك مشاكل جبارة دلوقتي بعد ما خرجت عثمان ديمبلي لان انت بعد ما خرجت عثمان ديمبلي بقيت بتلعب بخطة مغيرة انت دلوقتي بقيت بتلعب باربع العيبة في خط النص بقيت بتلعب بروميو وبقيت بتلعب بجندجان وبتلعب ببدري وبتلعب بفرانكي ديونج انت قصة ما كنتش بتلعب بدأ وبتلعب باتنين قدام هم رافينيا وهي روبرت ليفاندوفسكي واي واحد من الاربعة بتقع خط النص انا قلت هملك دول ما ينفعش ينزل يسقط لي لعب لي وينج وده اللي انا اتكلمت فيه ان الاستراتيجية اللي ممكن تتبع ان انت ما عندكش وينجات او التفاصيل دي كلها ان انت مثلا ايه تلعب لي حد من خط النص ده مش هينفع ده مش هيكلك عيش وما يمشيش ما يمشيش مالوش اي فعالية انت النهار ده روبرت ليفاندوفسكي مش موجود رافيميا مش موجود جندجان مش موجود طب وبعدين وبعدين مفاتيح لعبك كلها مش موجود طيب ده فيما يخص اللعيب وفيما يخص هذه الجزئية طيب نخش بعض الجزئية تانية وايه جزئية رافيميا هل يا مؤمن انت تشوف انه ينفع تحت اي ظرف من الظروف تنفع يا مؤمن اللي انت عملته هتقول لي اصل بن الدرب واصل بعمل واصل 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 اتضربت في كورة هقولك الحكم ما شافهاش او شافها وكبر تقومين تجاري من غير كورة لافح كوعك ده ونازل بيه على الوقت كده ومستغرب انك بتطرد واللعيبة وقفة بتعترض بتعترض يا جماعة ده طرد صريح ده طرد صريح ما فيهاش نقاش وقسما بالله المفروض يتعاقب من من الادارة ويتعاقب من المدرب ويتعاقب من رئيس النادي ويتعاقب من الادارة الفنية انه واجب ان انت تتوقع عليك عقوبة لانه زي ما قال لدوك مندوح نصر الله وشفت حلقته قالك انه الاقاف بتعرف اني مش هيكون مباراة واحدة انا بقولك مش اقلم من ثلاث مباريات او اربعة كمان لانه مفيش حاجة يعني مش انذار تاني فممكن تبقى مباراة لأ ده طرد صريح بضرب كده شق يا باشا وداله طب هو ده ينفع يا ابني هو ده ينفع هو ده فكر هي دي لعيبة المفروض ان هي عقلية كبيرة هتلعب معاك بشكل اساسي المفروض ان هي تشيل الفرق الموسم ده خاصة بعد اللي تحط معاك واللي حصل معاك في عثمان دمبلي وان انت مش عارف قصة هتجيب حد تاني ولا لأ وموقفك الاقتصادي والتفاصيل دي كلها ده كوالة لعيبة وعقلية لعيبة هتعرف تشيل الفرق لقدام اشك طبعا اشك طبعا اديك يا باشا فشخت الفرق تلات اربعة مطشاط قدام ممكن يطلع لك اقاف ولسه هنشوف ونعرف هتتوقف قد ايه فانت كده ازيت الفرق ازية شديدة جدا طيب ادي اول طرد تاني طرد ليه تشافي انا هنا متعاطف مع الراجل متعاطف مع تشافي جدا لانه مش شايف انه اعتراض اعتراض شديد يستحق عليه الكارت الاحمر الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقول ها في موضوع الكارت الاحمر انه هو راح وهو بيعترض على الحكم المساعد زقه بكوعه كده من الجنب مش هقولك لو هو ده السبب بس انا يعني مدربين العالم كلهم بيعترضوا وانشلوت بيعترض وكلوب بيعترض وجوارديولا بيعترض وي 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 اذا ما هي غية الكارت الاحمر ما فهمتهاش وشايف انه تحامل شديد جدا على تشافي في موضوع الطرد لانه انت بالتبعية المطش اللي جاي انت مش معك تشافي واخوه واخوه فعلا اخوه هو انا مش بكدب اخوه المدرب المساعد اللي موجود هو اللي هيدير الفرقة المطش اللي جاي فانت داخل مباراة قادش يوم الحد اللي جاي خسران رفينيا وخسران تشافي وبدأ المسم كده يا سلام يا بقى ده ده طبيعة يا جماعة ده يرضي ربنا طيب انا المباراة مع اصلاجة معايا والدنيا مش ماشية ما اطردش بقى ما اطردش بقى كمان وزود الطين بلا الدنيا وكهرباء زيادة يكون في فكر لكن الحمد لله احنا لا نملك الفكر النهاردة حسيت انه طبيعي لسه بتلين والعجلة بتمشي وعارف الكلام ده كله بس مش حاسس ان انا فرقة خطيرة ومش حاسس ان انا عندي انياب واللي حسيته بمنتهى الامانة ان تشافي بيجرب ان تشافي هيشوف طب انا هلعب بقى بدول طب هلعب بده طب هعمل ايه في جندجان ما انا جيبته جندجان برضو مش ينفعاده على الدكة فلعبه اساسي ليه ما بدأتش بعبدالصمد الزلزولي انسو فاتي لما نزل حسيت ان هو نازل بيقوم بدور بدري صنعي الالعاب طب هو هيقوم بالدور ده ولا انت بتحاول توجد له مكان جديد فانت مش عارف ايه هو فكر تشافي مش عارف ايه هو فكر الادارة الفنية وكالعادة من الموسم اللي فات ومكمل معانا من بداية الموسم اهو واعتقد ان ممكن تكمل هو انه تشافي لما الدنيا بتتزنق منه ما عندوش حلول احنا اخر 10 دقايق او 16 دقايق بتاع الوقت بدل الضايع ده احنا عملين نعلق في كور المال ده يمسك الكورة علاقها وعبدالصمد الزلزول يحاول ونرفع ونعلق نرفع ونعلق نرفع ونعلق شغل باليادشو بقى طب ما هو ده مش هيأكلها كاش وبالتالي كالعادة بشوف ان تشافي لا يملك الحلول ما عندوش حل ما بيعرفش يحل هتيجي تقول لي اصلا من الدرب واصلا مش عارف ايه وبتاع كورة العب العب يا باشا واضرب والدرديك لما ضربت اضطرت فهنتفشخ الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي انت معانك شرافانية هتلعب بمين وهتعمل ايه بقى ازاي الله اعلم والتحكيم ودي اخر جزئي انا هتكلم عليها لو هنبدأ الموسم بالصورة دي وبالشكل ده في التحكيم يبقى احنا على موعد مع موسم زي الزفت لو هنبدأ الموسم بالشكل ده من التحكيم فاحنا كده على موسم لن يصر عدو ولا حبيب لانه انا دلوقتي زنبي ايه انه انا كلاعب واحد زي جافي في الكورة اللي حصلت انت حسبت عليه هندي بول المدافع مسكه من ايده ومن رجله وبيضربه برجله بيدرب الكورة فيه ولا قصيا جات في ايده طبعا انا المفروض اعمل ايه احركة انا متكتف الوقت متكتف حسب عليه هندي بول والكورة ضربت جزاء واضحة وصريحة من النفس اللاعب اللي حجز وحجز جافي سابه وراح رايح ضرب اراخه في بطن رجله والمفروض ان هي ضربت جزاء لا واللي يزيدك من الشعر بيت ان الحكم راح للفار رجعه وقال لك لا ما لا هندي بول هندي بول ايه جدعين هندي بول ايه وانت عارف بتيك تتفرج علي وباتكلمك وقولك اقولك اعمل اللي عليك الاول وبعد كده اقول اصلا اخطاء التحكيم لكن دي اخطاء بينا بقى انا ما ليش بقى اعمل اللي علي ما عملش اللي علي الديني حق يا باشا الديني حقي الديني حقي اللي هي ضرب الجزاء تدهاني لكن اقعد نقول بقى اصل وفصل وي وي ده كلام حمصاني بينزرنا وبيدينا كده بداية مشرقة بالأمل والتفاؤل على منظر الدوري واللي احنا دخلين عليه فالتحكيم علامة استفهام من البداية وشاف ان الحكم معرفش يسيطر على المطش في كمية الضرب اللي كان بيحصل كرة بزاعة بتاعة اراخو دي انا ما فهمتهاش يعني كرة زي دي اصلا مفروض انذار طرد يعني انا مش قادرة ولكن الحمد لله ان هي عادت وايه اللي انت بتعمله عم اراخو ده يا بسكت يا ابني تقابل بقى عقليات تحس ان اللعيبة لسه ايه مش ملنكة كده ان الموسم بدأ لسه العجلة ما اشتغلتش فهنشوف هنشوف مطش قادش الاسبوع اللي جاي هيبقى عامل ايه على ملعبك وسط جمهورك على الملعب الجديد مش على ملعب كم نوع نظرا لأعمال الصيانة والتجددات والتفاصيل دي كلها ولكن لا بديل عن الفوز في مباراة قادش ما ينفعش اول مباراتين في بطولة الدورة يتتعدل واحد وتخسر التانية او تتعدل الاتنين ما فيهاش لازم تكسب المباراة اللي جاي فاتمنى انه يبقى فيه حلول اتمنى ان تشافي يدرك انه ابيض في موضوع ايجاد الحلول دي قولا واحدا فده كان كلامي على نادي برشلونة في هذه المباراة اتمنى ان المباراة اللي جاية يتم ايجاد الحلول اتمنى ان عبدالصمد الزلزولي يبدأ من الاول اتمنى ان اليام اللي جاية يتم حل ملف الباكرايت لان الموضوع كده مش نافع جزئية اخيرة تمت اثارتها بشكل كبير جدا على يعني مواقع توصل الاتماعي والاخبار والتفاصيل مسألة نيمار انه تم وقال احد الاشخاص انه نيمار جاي لبرشلونة بشكل واضح وقاطع وصريح كلام ده انا سمعته من زمان من ساعة ما ميسي راح انتر ميامي وظهر موضوع نيمار في الصورة وما طلقتش كلمت في الموضوع لان انا قلتلكم انا فاكر في حلقة من الحلقات هيطلع ناس يقول لكم وتطلع ناس تتكلم معاكم على ان نيمار جاي ويه 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 وده هيبقى كلام عبس مفيش حاجة اسمها تقول ان انا اروح اجيب نيمار وانا مش عارف اصلا اجيب فيتور روكي مش طبيعي ومش طبيعي ان انا اجيب واحد اصلا سبني وبعني ومشي بالشرط الجزائي بتاعه واروح ارجعه دلوقتي وعنده كام سنة وهيديني ايه وهيعمل ايه وهيبوز للمنظومة ولا لأ ده كلها حاجات لازم تتدرس وتتعمل دلوقتي الكلام الاقرب هو رحيل نيمار الى الدور السعودي لنادي الهلال لكن فكرة اللعب كل شوية على العطفة بتاعت جماهير برشلونة ان النمار هيجي لا اصلي ميسي هيجي لا هنعمل كذا وانا واصق وانا متأكد ده كلام دحكي عدقون وما يصحش انه يتعامل ويتعرض على الناس على السوشيل ميديو ده قولا واحدا يعني فخلينا نشوف الايام اللي جاية والساعات اللي جاية هتصفر عن ايه ولكن ده كان كلامي عن ما حدث في لقاء برشلونة وختافي في بداية الفرقة للدوري الاسباني هذا الموسم اذا تحياتي عمر خالد دمتم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته